مفاجأة صار لأسرة السائق المقصول والمجروح بمالي نوها عددنا المستتبعين بمبادرة شخص قرارت تكفل بتعويض رواتب سائقين المغربيين الذين لقيا مزرعهما على يد جمعة مسلحة في مالي وتمنوا له كل خير مشيرين إلا أن أصحاب نوايا الحسنة وفاعل الخير يبادرون دائما لمدة هذه الخطوات وكشفت إحدى الناشطات بجهة سوس ميسا نقل عن رئيس نقابل لنقل طرق التابع للاتحاد المغربي للشغل أحمد بن الغازي أن الشخص الذي اتصل به أكد له تكفله بأجور سائقين المغربيين عبر تعويض شهري يقدر بأربعة آلاف دينام شهريا لكل أسرة من أسرتي الضحيتين مدى الحياة وأضافت ناشطة في تدولتها أن فاعل الخير تكفل أيضا بالشخص المصاب ويتعويضه بمبلغ خمسة آلاف دينام شهريا إلى أن يسترجع كامل صحاته كما تكفل هذا الشخص بكل مستلزمة إقامة العزاء نشكركم على حسني المتابعة